دي أفضل مسلسلات الغموض والإصارة اللي بتعرض حاليا للجزء الثاني أحدثنا بالدور في ولاية ألاسكا بين طبقات التلج اللي بتغطي الأجواء تحديدا داخل أحد المعامل وبتبدأ مع اخطفاء غريب ومفاجئ لكل علماء المعمل ده ومع بداية التحقيق الإيجاد للعلماء دول بيعاد فتح قضية قتل قديمة بيحيط بها الغموض الموسم الرابع من مسلسل True Detective بدأ بداية جويسة وعرض منه حتى الآن حلقة واحدة ومش محتاج تشوفه الموسم السابقة على غرار شخصيات شيرليك هولمز وبالي ميسن بطل قصتنا المحقق سامي سبيد بيتم تكليفه بإصال بنت صغيرة لأبوها في فرنسا لكن مع وصوله من هيك بيلاقي كتير من علامات الاستفهام حوالين الأب اللي محدش يعرف مكانه وده بيخلي المحايا سبيد يستقر في فرنسا مع البنت الصغيرة وأحدثنا بتبدأ بعد 20 سنة لما بيظهر الأب فجأة ومعاها بتبدأ تحصل جريمة قتل مفاجئة في القرية بتجبر المحايا سبيد إنهاء تقاعده والعودة لعالم الكريم مرة تانية مسلسل ثابت وإخراج سكوت فرانك اللي عمل مسلسل زاكوينز كامبت بدأ بداية موفقة جداً وعرض منه